شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سعادة السيد روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب حفل إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني لامع وخلال الحفل باركة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة وزيرة شؤون الشباب توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة لامع وعدد من الجهات لدعم المشروع الوطني لامع في النسخة الرابعة وقالت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن مشروع لامع يحمل في طياته مشعل الخير للشباب البحريني ويسعى إلى تقديمهم نماذج قيادية فاعلة تكون حجر الأساس في عملية صناعة مستقبل المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المعظم الذي دائما ما يؤمن بأهمية تمكين الشباب مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع هو نتاج فكرة أطلقها ملهم الشباب وقائدهم ولامعهم سمو الشيخ ناصر بن حمز آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وذلك انطلاقا من حرص سموه الشديد على انتقاء أفضل القيادات البحرينية الشابة لتتولى زمام المؤسسات الحكومية والخاصة